موسيقى مرحبا بكم عزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصفة الرابعة الابتدائي درسنا اليوم يونت 1 لسن 7 اليونت الأول الدرس السابع عنوان الدرس The School Shop محل المدرسة أو حانوت المدرسة موجودة بصفحة 18 من كتاب الطالب صفحة 16 من كتاب النشاط قبل ما يبدو الدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب الاسمه الأستاذ طاعسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابعة الابتدائي بصفحة 18 من كتاب الطالب مكتوب على صفحة The School Shop محل أو حانوت المدرسة أسفلها مكتوب Write the words Choose five things and tick اكتب الكلمات منطيني مجموعة من الكلمات ومنطيني مجموعة من الصور كل صورة من ذن الصور تناسبها كلمة من ذن كلمات يقول لك اكتب الكلمات هذه كلمات اكتبها تحت كل صورة مناسبة لها Choose five things اختر خمسة أشياء and tick وضع عليها علامة صح لانا منطيني مربعات بجانب كل صورة نختار خمس أشياء نحتاجها لعمل محل خاص بنا مثل ما رح نجي نوضح إن شاء الله بالذقائق القادمة إذن هذين المحتويات اللي موجودة بمحل أو حانوت المدرسة كل صورة من ذن الصور إلها اسم معين ذن الأقلام شنين ناسبها يا كلمة لازم أخلي الكلمة جواها وبعدها أختار الأشياء الخمسة اللي احتاجها إني أسوي محل أو حانوت خاص بيه كنشاط صفي فيطلب من عندي إني أكتب الكلمات تحت كل صورة طبعا ذنني كلمات كلمات جدا مهمة يجب أن أحفظها كإملاء ومعاني وإحنا عرفنا بدروسة سابقة إنه إذا الأستاذ قل لي ذنني كلمات أحفظها كإملاء لأنه ممكن نجيب ليها بالامتحان مثلا يجيب لي صورة ويقول لي شين هاي الصورة لازم أعرفها إن ذنني لقلام Pencils فلازم حافظ إملاء كلمة Pencil يا الله أقدر أجواب على هذا السؤال أو يجيب لي ذنني كلمات على شكل حروف ناقصة يحذف حرف أو حرفين ويطلب من عندي أن نكملها أو يجيب لي الصور والكلمات أو أصل الصورة بالكلمة المناسبة أو يجيب لي الكلمات على شكل حروف مباثرة هذا ما يخص موضوع الإملاء إذن يعني ذنني كلمات يجب أن أحفظها إملاء عن مدى أقدر أجواب أي نوع من الأسئلة المتعلقة بسؤال الإملاء هذا ما يخص الإملاء وكذلك يجب أن أحفظها معاني لازم أعرف أنه Sharpeners شن معناها Limonade Apples إلى آخره فرح نجي نقرأ الكلمات نوضح مفرداتهم ونوصلهم بالصور المناسبة أولا Sharpeners Sharpeners معناها المقطاطة مقطاطة الأقلام البراية Limonade هو عصير الليمون Apples تفاح Apple تفاحة Apples تفاح Pencils أقلام رصاص Pencil قلم Pencils أقلام Sweets حلويات Milk حليب Cookies هو الكعك Notebooks دفتر ملاحظات Notebook دفتر ملاحظات Notebooks دفتر ملاحظات نجي الآن نشوف الصورة ونشوف يا كلمة مناسبة إلها الصورة الأولى صورة الأقلام أقلام الرصاص يا كلمة منذرني كلمات مناسبة هذه الصورة أكيد كلمة Pencils Pencils هي أقلام الرصاص الصورة الثانية صورة علب الحليب يا كلمة منذرني كلمات مناسبة لهذه الصورة أكيد Milk Milk ملك معناها خليب الصورة الثالثة صورة علب عصير الليمون يا كلمة منذرني كلمات مناسبة لهذه الصورة أكيد كلمة ليموناد الصورة الرابعة صورة التفاح يا كلمة منذرني كلمات مناسبة لهذه الصورة apples التفاح الأستاذ رح يسيلك يقول لك What are these ما هذه الأشياء هاي الصورة عبارة عن كعك يا كلمة منذرني كلمات مناسبة كلمة cookies فاكتب cookies تحت الصورة الأستاذ يسيلك مرة أخرى What are these ما هذه الأشياء صورة المقطاطة أو البراية الخاصة بالقلم يا كلمة منذرني كلمات مناسبة لازم تقول له sharpeners الأستاذ مرة أخرى يسيلك What are these ما هذه الأشياء صورة دفاتر الملاحظات يا كلمة من كلمات مناسبة لهذه الصورة كلمة notebooks دفاتر الملاحظات أما الصورة الأخيرة الأستاذ يسيلك What are these ما هذه الأشياء تقول له sweets اذا عرفنا ان ذن الكلمات يجب ان نحفظها املاء معاني وان يلي قم اكتب اسمها او يل True ش體تına مشاركة هي م방تقية كذلك ذكرنا في دروس سابقة جباذا أربما احفظّ الآن أجيب الدفتر أنقل ذن الكلمات بداية الدفتر وعيد كتابة الكلمة على عدد الأسطر الموجودة بالصفحة لحد ما أحفظ أملائها ننتقل إلى النشاط الآخر استمع أي الصورتين هي الصورة الصحيحة منطين صورتين ويطلب من عندي أن نستمع للمقطع الصوتي من خلال المقطع الصوتي طبعا المقطع الصوتي يوصف صورة من ذن الصورتين احنا من خلال فهمنا لهذا المقطع الصوتي لازم نحدد يا صورة من ذن الصورتين اللي دي يوصفها هو أخلي عليها صح قبل ما نبدأ نسمع المقطع الصوتي أقول كلمات راح أساعدني على فهم المقطع الصوتي ذن كلمات هي كالتالي top shelf معناها الرف العلوي هو بما أنه راح يوصف الصورة راح يقول مثلا on the top shelf في الرف العلوي there are apples هناك تفاح and ليموناد وعصير ليمون on the middle shelf في الرف الوسطي مثلا يقول there is a milk هناك حليب bottom shelf الرف السفلي مثلا there are pencils هناك أقلام فأنا من خلال المقطع الصوتي اللي يوصف أحد ذن الصور لازم أحدد يا صورة من ذن الصورتين اللي دي يوصفها نسمع المقطع الصوتي ونحاول نوضع صح على الصورة اللي يوصفها on the middle shelf there are sweets and sharpeners لاحظنا من خلال المقطع الصوتي ان دي يوصف هذه الصورة تقول بالمقطع الصوتي on the bottom shelf في الرف السفلي there are lots of pencils هناك الكثير من الأقلام نلاحظنا بها الصورة بالرف السفلي يوجد الكثير من الأقلام كذلك في هذه الصورة لكن شن الفرق تكمل المقطع الصوتي تقول on the top shelf في الرف العلوي there are tens of limonade هناك علب عصير الليمون نلاحظنا بالصورة الثانية لا يوجد علب عصير الليمون إذن تتوصف هذه الصورة لذلك وضعنا صح على هذه الصورة هذا مجرد تمرين سماعي من خلاله يستمع التلميذ إلى المقطع الصوتي ويعرف يا صورة من الصور اللي دي يوصفها المقطع الصوتي لأن كلمات نحاول نحفظها لأن راح تفيدنا بالأنشطة القادمة top shelf الرف العلوي middle shelf الرف الوسطي bottom shelf الرف السفلي ننتقل إلى النشاط الآخر listen where are the things استمع أين نضع هذه الأشياء هنا شخصيتين من طينة وقدامهم مجموعة من الأشياء يريدون يوزعون هذه الأشياء أو هذه الأكلات والحليب على ذن الرفوف الثلاثة مثل ما وضحنا top معناها العلوي top shelf الرف العلوي middle وسطي middle shelf الرف الوسطي bottom السفلي bottom shelf هو الرف السفلي فهنا هنا محادثة بين ذن الشخصيتين شخصية الأولى تقول let's put the apple on the middle shelf فلنضع الأبل التفاح في الرف الوسطي يجاوبه يقول له no kella it is better on the top shelf من الأفضل أن نضعها في الرف الألوي فهنا نلاحظ أن التفاحة منطيها حرف D الكوكيز اللي هي الكعك منطيها حرف B milk الحليب منطيها حرف A يطلب من عندي أن يستمع للمقطع الصوتي اللي هي عبارة عن محادثة بين هؤلاء الأشخاص يوزعون هذه الأشياء على الرفوف من خلال فهم المقطع الصوتي أحاول أوزع الأشياء مثل ما هم يقولون على ذنة 3 رفوف نستمع للمقطع الصوتي ونحاول نخلي حرف كل شيء من هذه الأشياء في الرف المناسب حسب المقطع الصوتي نستمع للمقطع الصوتي ونحاول نرتب الأشياء نستمع للمقطع الصوتي and let's put the milk on the middle shelf okay let's put the notebooks on the top shelf okay and let's put the pencils and sharpener on the middle shelf لا انهم افضل على المقاطع مع المقاطع نعم هذا جيد دفاع 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 رتبنا لن الاشياء على رفوف حسب المقطع الصوتي كذلك التمرين سماعي من خلال يستمع التلميذ الى المحادثة بين ذن الشخصيتين ويوزع لن الاشياء على الرفوف ننتقل للنشاط الاخر تحدث مع زميلك عن محلك الخاص هنا بعد ما اختارنا خمس اشياء في بداية الدرس اذا تذكرون قلنا نختار خمس اشياء من اشياء المحل يطلب من عندي نتحدث مع زميلي عن الاشياء اللي اختارتها مثلا اختارت تصير محادثة بين تلميذ و تلميذ اخر نشوف شون يقولون بالمحادثة التلميذ الاول يقول let's put the pencils on the bottom shelf فنضع الاقلام على الرف السفلي يرسمون رفوف و يوضعون الاقلام على الرف السفلي التلميذ الاخر نعم ذلك جيد no they are better on the table او يقول لا they are better on the table كلا من الافضل ان اضعها على الطاولة اذا هاي مجرد نشاط صفي يتحدث بتلاميذ اثنين عن الصورة اللي رسموها ببالهم عن المحل الخاص بهم يوزعون الاشياء على الرفوف و يتحدثون عن هذه الاشياء هذا مجرد نشاط عبارة عن محادثة غير مهم بالامتحان الشهري او الامتحان الشفوي ننتقل لكتاب النشاط choose what's in your shop and tick اختر ما الاشياء الموجودة في محلك and tick ضع صح هنا انا منطيني اربع مجموعات يطلب من عندني ان اضع صح على الاشياء اللي اختارها مثلا التلميذ يختار ليمونات عصر الليمون cryons اقلام التلوين beers الدببة paper الورق cards البطاق الى اخره يختار فد اشياء وبعدها بالتمرين الاخر draw your things on the shelves ارسم هذه الاشياء اللي اختاريتها بالتمرين السابق على ذن الرفوف ووزعهم على ذن الرفوف كذلك top, middle, bottom مثلا تلميذ يرسم بالرف الالوي اختار مثلا حليب فيرسم الحليب يخليه بالرف الالوي يرسم صورة الحليب مثلا اختار شيء ثاني وليكن اقلام فيرسم الاقلام على الرف الالوي يوزعهم حسب رأي تلميذ مثلا يوضع بالرف الوسطي نوتبوك اللي هو دوتر ملاحظات ويخلي بصفة الشاربينرز اللي هي المقطاطات وبعدها دببة يخليهن بالرف السفلي الى اخره وهذا مجرد يريدني ارسم draw ارسم your things الاشياء اللي اختاريتها بالتمرين السابق on the shelves على ذن الرفوف حسب رأي تلميذ كذلك your partner زميلك همين اختار مجموعة اشياء ووزعهم على الرفوف مثلا زميل اللي اختار cookies اللي هي الكعك خلاهن بالتوب شيلف بالرف العلوي وكذلك اختار apples التفاع خلاهن بالرف الوسطي هذا مجرد نشاط لكسر الروتين يرسم من خلال التلميذ الاشياء اللي اختارها بالنشاط السابق يرسمهن يوزعهن على الرفوف ننتقل الى النشاط الاخر listen to your partner استمع الى زميلك and draw their things ورسم اشياء فهنا محادثة بين تلاميذ اثنين عرفنا ان كل تلميذ رسم الاشياء اللي اختارها على ذن الرفوف هنا يسوون محادثة بين زملاء اثنين داخل الصف مثلا التلميذ الاول يقول my cookies are on the top shelf الكعك الخاص بي في الرف العلوي فلاحظ ان هذا قال الكعك on the top shelf يتحدث عن من؟ عن الشغلات اللي رسمها فزميله يقول له اوكي حسنا my crayons on the middle shelf مثلا يقول له الاقلام التلوين on the middle shelf في الرف الوسطي او on the bottom shelf في الرف السفلي التلميذ الاخر يريد عليه يقول له yes and milk on the top shelf الحليف في الرف العلوي الاخري هذا مجرد نشاط محادثة كل التلميذ من التلاميذ الاثنين يتحدثون عن الاشياء اللي رسموها ووزعوها حسب الرفوف ننتقل للنشاط الاخر look say cover write and check ان انا يطلب من عندي اني look انظر منطيني جدول بمجموعة كلمات يطلب من عندي اني look انظر لي الكلمة say اقولها او انطقها cover اغطيها بايدي write اكتبها بهذا الفراغ انا مغطيها بيدي اكتبها وانا مغطيها بيدي and check بعدها ارفع ايدي واتأكد اذا كانت كتابتي صحيحة هذا نشاطي خليني اركز اكثر على املاء الكلمات يطلب من عندي اني مثلا هاي كلمة انظر لها بعدها انطقها اقول here نطقتها بعدها cover اغطيها بايدي بعدها وانا مغطيها بيدي write اكتبها هنا وبعدها اتفقد اذا كان املائي صحيح اوخر ايدي عنها واتأكد اذا كان املائي صحيح لو خاطئ هذا مجرد نشاط يخليني اركز على املاء الكلمات اذا كان صحيح فخيرا على خير واذا كان خاطئ ارجع احاول مرة ثانية همين انظر للكلمة اقولها اغطيها بايدي اكتبها مرة ثانية واتأكل اذا كانت كتابتي صحيحة لو خاطئة ومحاولة ثالثة وكذلك مع الكلمة الثانية وكلمة الثالثة الى اخرية هذا النشاط رح يتكرر ادنى باليونتات القادمة وبالمراحل القادمة رح نلاحظ ان هذا النشاط من نهاية كل يونت بالدرس السابع تهديدا من كل يونت رح يلاقيني لكن بكلمات مختلفة يريد يزيد تركيزي على الانتباه على املاء الكلمات فاذا ان الكلمات احاول اضبط املاء هذا كان درسنا لهذا اليوم اخذنا بمجموع من الكلمات المهمة جدا نحاول ان نكتبهن بالدفتر ونعيد كتابتن على عدد الاصطر على مد نحفظ املاء الكلمات وكذلك نحفظ معانيها لان مثل ما وضحنا الممكن ان تجيني بالامتسحان على شكل حروف ناقصة فانا اذا ما حافظ املاءها ما قدر اجاوبة كذلك حروف مباثرة لذلك لازم كذلك حافظ املاء الكلمات على مد اقدر اجاوبها او يجب لها على شكل صور وكلمات هذا تعتمد على المعاني اذا ما حافظ معاني الكلمات ما قدر اوصل الصور بالكلمات لذلك اذن الكلمات اللي اخذناهن بداية الدرس جدا مهمات ان نحفظها املاء ومعاني مثل ما حافظنا بداية اليونتس اجزاء ساحة اللعب ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو اي سؤال او استفسار او اضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على حسابات الموجودة منكم على الشاشة